حالات غريبة و نادرة جدا بتحصل لكل واحد في المليون الجزء العاشر هلي هلو الراجل اللي قدامك ده هو طبيب بريطاني قرر انه يعمل تجربة غريبة على نفسه وهي انه لمدة 30 يوم كل ما يجوع هيكل اكل غير صحي فيتزا و بيرجر و فراخ محمارة و حلويات يعني واجبات سريعة من اللي اغلب الناس بتاكلها ولكنه مش هيكل زيادة ولا هيبطل رياضة وهتبع طبيبة متخصصة علشان تتبع مؤشراته وتحليل الهرمونات ووزنه و حتى رانين على المخ و النتيجة انه وجد نفسه بقى بياكل عدد وجبات اكتر و بيجوع بسرعة و زاد في الوزن تقريبا 6 كيلو اكتر من نصهم دهون و اتجمعت الدهون في منطقة الثادي والبط و بقى بيحس بالتعب والارهاق و ما بقاش بيقدر يلعب رياضة زي الاول بيجي له اصدع كل يوم و عنده امساك طول الوقت ده غير الغازات والانتفاخات ولكن الاهم والاغرب هي التغيرات اللي حصلت في هرمونات الجوع والشبع هرمونات الجوع ارتفع مستوها جدا وهرمونات الشبع قلت اكتر بكتير علشان كده كان بيشعر بالجوع طول التجربة اكتر بكتير من المعدل الطبيعي بتاعه اما المفاجأة هي التغيرات اللي ازهارة الرالين المغناطيسي على المخ واللي وضحت بان المخ بدأ يربط بالمراكز المكافأة بالوجبات السريعة والمتكررة زي ما بيربط المدمنين بالمخدرات سلام